أكد سعدة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيل المساعد الجنسية والجوازات والإقامة أن الإدارة تسعى دائما إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالمعاملات التي تقدمها وخصوصا إجراءات الدخول إلى المبلكة وذلك ضمن جهودها للدعم الاستثمار والاقتصاد والسياحة في المملكة وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العميل عند تعامله مع الإدارة وذلك من خلال التعامل بشفافية وقياس مؤشرات الأداء للوصول إلى الأهداف المنشودة وأشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي قيم صباح اليوم بنادي ضباط الأمن العام أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات فورية والإلكترونية قد جاء ليكون الانطلاقة لمشروع التأشيرات الجديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية في المرحلة الأولى وأتلتها المرحلة الثانية الخاصة بإصدار التأشيرات متعددة السفرات وأوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بأن المرحلة الأولى من المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2014 تضمن تقديم تسهيلات جديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية لفئات السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الاستثمار الأجنبي حيث تمثلت التسهيلات في زيادة عدد الدول التي يحصل رعاياها على تأشيرة فورية والإلكترونية إلى 102 دولة وذلك عبر حصول رعايا 66 دولة على تأشيرات فورية في المنفذ بالإضافة إلى إمكانية التقديم للتأشيرة إلكترونية بشكل مسبق وحصول رعايا 36 دولة على تأشيرات إلكترونية بشكل مسبق وتصدر تأشيرة الفورية بجميع منافذ المملكة أما التأشيرة الإلكترونية فإنه يتم إصدارها عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة موقع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وقال سعدة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة أن المرحلة الثانية من المشروع الذي سينطلق في بداية شهر أبريل القادم قد اجتملت على تقديم تسهيلات جديدة لإصدار التأشيرات متعددة السفرات حيث أنه يستهدف فئة السياح ورجال الأعمال والمستثمرين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وزوار دول مجلس التعاون الخليجي مضحا أن التسهيلات المقدمة من خلال هذا المشروع تتمثل في حصول المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي ورعاية 102 دولة على تأشيرة متعددة السفرات مدة صلاحيتها ثلاثة شهور مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد بالإضافة إلى حصول رجال الأعمال على تأشيرة متعددة السفرات مدة صلاحيتها شهر واحد مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد وحصول زوار دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرة متعددة السفرات مدة صلاحيتها شهر واحد مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد أما المتطلبات لرعاية المئة واثنيتي الدولة فإنه يلزم وجود تذكيرات سفر مرجعة إثبات حجز الفندق وكاشف حساب بنكي ونسخة من جواز السفر وحول المتطلبات لزوار دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يلزم توفير تذكيرات سفر مرجعة إثبات حجز الفندق وكاشف حساب ونسخة من تأشيرة الدهول لدول مجلس التعاون الخليجي